مصادر عسكرية إن الضربة الأمريكية البريطانية الفرنسية المشتركة التي استمرت لمدة أقل من ساعة استهدفت أهداف متنوعة في سوريا تركزت غالبيتها في دمشق وريفها إضافة إلى حمص وسط البلاد البنتاجون في مؤتمن صحفي حضاره وزير الدفاع جيمس ماتس أكد أن الهدف الأول استهدف مركزا علميا في منطقة دمشق يعد مؤسسة أبحاث للتطوير واختبار الأسلحة الكيميائية والبيولوجية مصادر عسكرية أكدت استهداف كل من الحرس الجمهوري لللواء 105 بدمشق وقاعدة دفاع جوي في جبل قاسيون ومطار المزة العسكري ومطار الضمير العسكري كما استهدفت أيضا بحسب المصادر الروسية مركز البحوث العلمية في برزة دمشق والبحوث العلمية في جمرايا في ريف دمشق واللواء 41 قوات خاصة بريف دمشق ومواقع عسكرية قرب الرحيبة في القلمون الشرقي ومواقع في الكسوة في ريف دمشق تلفزيون النظام ادعى أن الهجوم استهدف مستودعات للجيش في منطقة حمس مصادر في المعارضة السورية أكدت استهداف مقر حزب الله اللبناني بعدة صواريخ كروز في بلدة القصير في شمال حمس وزارة الدفاع البريطانية قالت أنها ضربت مجمعا عسكريا بالقرب من حمس في غرب سوريا ردا على استخدام للأسلحة الكيميائية من جانب النظام ترجمة نانسي قنقر